موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من قناة نوميديا والبداية بأبرز ما ورد فيها من أنباء موسيقى قرارات متراكمة وتناقضات في الخطاب الرسمي والمدير العام للمكتب الدولي للعمل الأغوير الريدر يشير بدور الجزائر في تعزيز الحوار الاجتماعي والثلاث وزير النقلب جمعة طلعي يشرف على انطلاق أول رحلة بحرية من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية بجاية موسيقى فاروق قسنطيني يعلن عن وجود أزيد من 25 ألف موقوف في السجون الجزائرية في إطار الحبس المؤقت موسيقى وفي روبرتاج النشرة ترحيل 457 عائلة من حي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان موسيقى دوليا الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ أطق من منطقة مولية لروسيا موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل ترأس رئيس أو ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال اجتماع ثلاثية ببسكرا في خطوة هامة نحو توحيد الرؤية من أجل وضع خارطة طريق تسمح بوضع آليات فعالة لترقية الانتاج الوطني في مختلف القطاعات قصد تحسين الانتاجية والتنفسية بهدف الخروج من تبعية المحروقات تقرير زهور سيني وكمل جفال أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الاجتماع الثلاثي الذي ينعقد اليوم ببسكرا أن الميزانية المالية لسنة 2016 ستبنى على أساس 45 دولارا للبرميل الواحد كخطوة أولى اتخذتها الحكومة لتحيين الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن في ظل انخفاض مدخل الدولة بنسبة 47% خلال هذه السنة نقول أن اعتماد سعر البترول بـ 45 دولار للبرميل كقاعدة لإعداد قانون المالية ديسنة 2016 الذي من شأنه أن يساهم في دفع عجلة النمو دون اللجوء إلى التقشف وترتقب الحكومة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.6% السنة المقبلة في ظل تطبيق ترتيبات جديدة سيشهدها قطاع البنوكة لتحسين أدائها حيث أكد سلال أن نسبة 22.7% تقدم للقروض الموجهة لتطوير الاقتصاد الوطني مشيرا إلى حل أزمة العقار الصنعية قبل نهاية السنة سترافق كل المؤسسات المالية أصحاب المشارع من خلال تطوير القرض الموجه للاقتصاد الكريديا للكونومي التي سجلت في سنة 2015 تقدم بالنسبة 22.7% ولكن يجب رفعها أكثر عبد الملك سلال وخلال الاجتماع الثلاثية طمأن المواطنين بالحفاظ على البرامج الاجتماعية كتشغيل الصحة والتعليم والسكن في وقت تتجه الحكومة إلى سياسة ترشد نفقات ومنع التبذير في ذاته الموضوع أعلن الوزير الأول عبد الملك سلال خلال الاجتماع أن القانون المالي لسنة 2016 سيبنى على أساس 45 دولار للبرميل الواحد مطمئنا المواطنين بالمحافظة على المكتسبات الاجتماعية كالتشغيل الصحة والتعليم والسكن زهور سيني وكما الجفال ثانية في إطار الحكمة الاقتصادية التي تنتهجها الزائر في الوقت الرهن من أجل دفاع جهلة تطور الاقتصادي إلى الأمام جملة من المقترحات توضع فوق طاولة المشورات التي تجمع اليوم رئيس الحكومة عبد الملك سلال أرباب العمل والمركزية النقبية في اجتماع الثلاثية ببيسكرا تعلق بوضع آليات فعالة لترقية الإنتاج وتأهيل المؤسسة الوطنية قصد تحسين الإنتاجية والتنفسية للخروج من تبعية المحروقات ومن أهداف الحوار الذي جمع الحكومة والشركة الاجتماعية تنوع القاعدة الاقتصادية العطنية وتشجيع الاستثمار في الصناعة التحولية والفلاحة والسياحة وكذا بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة التي تخلق الثروة ومناصب عمل جديدة وتلبي الحاجة الأساسية للمستهلك الجسارية وستأخذ الثلاثية بمقترحات جميع الأطراف للوصول إلى توفق بشان خريطة طريق نجحة لتطوير وتنوع الاقتصاد العطنية وفي هذا الجانب يرى خبراء اقتصاديون أن اجتماع ثلاثية محاطة من محاطات التوافق والتقارب حول خطة فعلية تكون قاعدة للنهوض بالنشاط الصناعية سواء ما تعلق بالفلاحة والطاقة المتجددة والسياحة من خلال توافق كل الأطراف المشاركة حول رؤية واحدة إلى ذلك لعل كثرة الحديث عن الوضع الاقتصادي الراهن واحتمالية دخول الجزائر في أزمة اقتصادية مما قد يرمي بذلاله على الجبهة الاجتماعية أمر أثار خوفا لدى الشعب خصوصا وأن التقارير تشير إلى عجز الحكومات المتعاقبة عن وضع استراتيجية لا تعتمد على الريع البترول ثلاثيات عقدت في فترة ميزتها أسعار نفط تعدت توقعات الحكومة بمائتي دولار للبرميلة واحتياطات صرف اللامست المائتين مليار دولار وقبل أقل من عامين عن هذا التاريخ شهدت البلاد بحبوحة مالية غير مسبوقة لكن لم تجسد القرارات المتخذة على أرض الواقع ليدق انهيار أسعار النفط ناقوس الخطر وتبدأ المتاعب الاقتصادية تقلص في المداخل تآكل في احتياط الصرف انهيار قيمة الدينارة وارتفاع في فترة الاسترادة ما جعل الحكومة تتناقض في خطاباتها بعد إعلان الوزير الأول في وقت سابق عن أزمة مالية وحثه عن انتهاج سياسة ترشيد لتتحول بعد ذلك إلى تقشف وآخرها إعلان رئيس الجمهورية في آخر رسالة له عن صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن لتليها خرجة الوزير الأول اليوم وتأكيده عدم اللجوء إلى التقشف أن الأوضاع الحالية على مستوى الدول ومستوى الجزائر صعبة دون اللجوء إلى التقشف لأننا نملك قدرات كافية للمقاومة والتحسين الوضع اليوم وفي المرة الثامنة عشر عقادت الحكومة ثلاثيتها بنكهة اقتصادية بحتة في ظل ظروف استثنائية فهل ستجد القرارات التي خرجت بها أرضية خسبة للتطبيق وهل الجزائر حقيقة في أزمة اقتصادية دفعت بممثلي الحكومة التخبط والوقوع في ازدواجية الخطاب نبقى دائما مع اجتماع الثلاثية وصف المدير العام للمكتب الدولي للعمل أغويري در اليوم الأربعاء ببسكرة النتيجة التي حققتها الجزائر وتوفير الظروف التي تسمح بترقية العمل المناسب بالجزائر بالمشجعة جدا مشيرا إلى الأهمية الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الأساسي الذي تلعبه في استحداث مناصب عمل من جهته الأمين العام للاتحاد العام للعمل الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ركز على ضرورة إنجاح المعركة الاقتصادية ببعدها الاجتماعي لمواجهة ظروف ظرف دولي صعب مبرزا الدور الهام الذي يمكن أن تطلع به الصناعة الوطنية مؤكدا في نفس الوقت أن الاتحاد يعتبر المؤسسة تفاعلا متميزا لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن التقدم الاقتصادي للمؤسسة يؤثر بشكل كبير على التقدم الاجتماعي للعمل في الاقتصاد دائما وقصد إنعاش الانتاج المحلي وكبديل استراتيجي للتجاوز الأزمة الاقتصادية التي خلفها انهيار أسعار المحروقات وتقهقر قيمة الدينار من المنتظر تسجيل تمور داقلت نور الجزائرية كعلامة تجارية قبل نهاية 2015 مما سيقضي على ظاهرة تهريبها وإعادة بيعها في الأسواق الدولية تحت علامات دول أجنبية تسجيل داقلت نور كعلامة تجارية سيكون قبل نهاية سنة 2015 ما أكده رئيس المؤسسة الفلاحية للتمور ببسكرا يوسف غمري في حوار له صباح الأربعاء على القناة الإذاعية الأولى مضيفا أن الملف يتواجد حاليا على مستوى وزارة الفلاحة مع الاتحاد الأوروبي ما سيضمن حماية التمور الجزائرية من الاستغلال والحد من تهريبها تهريب التمور عبر المناطق الحدودية بات يخلف ضررا كبيرا لاقتصاد البلاد ويعيق انتعاش التصدير للأسواق الإفريقية التي تستهلك أكثر من 300 ألف طن من التمور الجزائرية هذا وأدرجت الحكومة زراعة النخيل ضمن الزراعات الاستراتيجية التي توفر فرصا هائلة لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات بفضل الأنواع الرئيسية الاثني عشر القابلة للتصدير وأهمها نقلة نور الجزائرية وتتصدر ولاية بسكرا قائمة الولاية المنتجة للتمور سواء من ناحية الكمية أو الجودة فهي تحصي أكثر من 4 مليون نخلة بإنتاج يفوق 400 ألف طن من تمور طولغا ذات الجودة العالمية ومن المتوقع جني أكثر من 934 ألف طن من التمور خلال الموسم الحالي ليصل إلى ما يفوق المليون طن أفاق سنة 2019 للحديث أكثر عن اجتماعي الثلاثية يحضر معي الخبر الاقتصادي محمد حميدوش في هذا الأستوديو سأهلا بكم أستاذ مساء الخير مساء الخير شكرا أستاذ على تلبية الدعوة بداية دكتور رأيكم في اجتماع الثلاثية اليوم أهم القرارات التي خرج بها وفي الحقيقة هذه الثلاثية المغزى منها هو التقييم ولكن الإشكال الذي يبقى مطروح تقييم ماذا؟ في غياب يعني مؤشرات التي تخليك تقييم الأداء وبالتالي تعرف الكفاءة ويعني الفعالية إذن تبقى مجرد يعني مخطط أعمال أو يعني نشاطات يعني سيدزاكسيون التي قامت بها الحكومة وفي التالي أنا في اعتقادي أننا الآن رأنا في سيناريو عدم الفعل بأي يعني سيناريو دولي ناكسيون يعني ترى أنا في عدم الفعل ولما نكون في عدم الفعل يعني بالنسبة للاقتصاد عنده واحد تكلفة سنويا تحت 16 مليار دولار إذن هو من المفروض لما نشوفه باش يعني تسهل يعني أو تصبح سهلة تقييم ثلاثية هو في الأصل المحتوى هو كيف يتم تحسين التنافسية وباش نحسن التنافسية معناه عقد الأمل يعني أو القانون اللي متعلق بالأمل القانون اللي متكون يعني متعلق بالتكوين المهاني إذن كل ما يتعلق بالأجور وبالتالي هذا المواضيع تطلب أن الحكومة تكون في يعني درجة تحكيم وبالتالي في تفاوض ما بين يعني النقابة وأرباب العمل إذن من المفروض لما نروح نشوف المؤسسات أو يعني الثلاثية اللي سبقونا لما نتكلم على هولندا الثلاثية والعقد الاجتماعي ندار في 1944 إذن في الحقيقة نوجد مؤسسة أو مجلس خاص بالعمل يعطي كل التوجهات فيما يخص الأسعار والأجور والمؤشرات ثم نوجد المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي فيه خبراء يحضر يعني يقدروا يزيدوا إضافات هو في الحقيقة هو اللي أخر للحكومات وهذا اللي نوجده يعني نوجده في إيرلندا نوجده في بلجيكا نوجده في عديد من الدول وعندك أيضا حتى النموذج مثال الفرنسي اللي في 2007 دار قانون فيما يخص تطوير والحوار الاجتماعي فرض على الحكومة كل ما توضع قوانين أو تشريعات فيما يخص هذا المواضيع اللي تكلمنا لها إلا أنها يعني تحضر وثائق اللي تتكلم على أهداف تتكلم على تشخيص تتكلم على توجهات اللي يقدروا على أساسها أنهم يقيموا طيب يعني هذه الوثائق كلها يعني الآلية تقيم الآجال إلى آخره يعني تروح لهذه المجالس أو الهيئات اللي تقوم بالنقاش والحوار اللي الضم فيه يعني كل الأطراف وأيضا حتى نسخة تكون لدى البرلمان يعني حتى السياسي يكون معني وبالتالي لما يكون الوفاق فيما يخص ملفات لأن لما تكلم على ملفات اجتماعية ومتعلقة بالتنافسية دائما فيه حساسية طيب أستاذ عقبة سبعة عشر ثلاثية عقدتها الحكومات المتعاقبة على العهدات الأربعة لرئيس الجمهورية تعقد اليوم الجلسة الثامن عشر أو الاجتماع الثامن عشر لكن المهم أن القرارات هذه الاجتماعات عنوانها البعض على أنها اجتماعات فاشلة وأن القرارات التي خرجت بها هذه الاجتماعات تبخرت وستلتحق بها أخرى مستنسخة يعني في رأيكم لماذا لم تطبق أهم القرارات على أرض الواقع هل حقيقة لم تجد أرضية خصبة للتجسيد على أرض الواقع إلى ماذا يرجع عدم تطبيقها على أرض الواقع ترجع أولا لما تكلمت لك على النموذج الفرنسي والهولندي والبلجيكي ونتكلم قائمة طويلة يعني هذا الدول عندها أكثر من 60 أو 80 سنة فيما يخص سنويا وضع بما يسمى بالعقد الاجتماعي إذن مرناش إحنا ولكن لما تكون حوكمة لما تكون حوكمة جيدة معناه أننا نوضع المحاوير اللي تخلي الاقتصاد يحسن من الأداء أنتعه وبالي يحسن الأداء أنتعه وتكون قادرة يعني قادرة للغزو الأسواق الخارجية ويعني المنافسة هنا في الأسواق المحلية إذن الأساس هو اللي لقنا وضعه التنافسية إذن لما نقول التنافسية معناه فيه رابح وخاسر إذن بالنسبة للباترونة رايحة تطلب يعني إذا بقنا بهذا الطريقة نبقى دايما يعني نقاش تاكتيكي الباترونة تحوس نقص من المضارائب عوني للنقابات يعني ما هو زيادة كيفاش نزيده في الأجر بلا من نزيده نظرة تبقى دايما يعني القرارات اللي رايحة تأخذها يعني في موقع ويت أنسي يعني تربس وانتظر ثم إذا كانت حسنة الأمور نطبقها وإذا كان توجهت الأمور إلى الأسوأ رايحين نبقى دايما نتريف طيب أستاذ هل حقيقة نتحدث هل حقيقة نحن في أزمة اقتصادية جعلت الحكومة تتخبط أو جعلت الحكومة يعني تكون فيه ازدواجية في الخطاب أربكت نوعا مع الحكومة هل حقيقة نحن في أزمة اقتصادية أنا في اعتقادي يعني رايح نعطيك واحد المثال رأنا كل هذا كواحد اللي في الصحراء يبحث عن الماء ولكن يعني هو يعني حطره كأنه رايح يموت في الصحراء ما كانش الماء يعني هو على بعد بالك 10 أو 15 متر من الماء هو في الحقيقة نحن مانش في أزمة اقتصادية لما نتكلم على أزمة اقتصادية اللي نسبة النمو تكون سالبة نحن نسبة النمو رأها 3 حتى الربعة بالمئة كل مؤسسات المالية الدولية البنك الدولي صندوق العالمي يقولها 2019 و2017 تراوح من 3 و4 بالمئة إذن لأداء الاقتصادي أو الاقتصاد بحث ذاته رأه يعني في نمو الآن الإشكال رأه مطروح رأه مطروح في المالية في التجارة الخارجية عد ما عجز في الميزان التجاري معندها نستورد أكثر مما نصدر وهذا العجز لأننا نصدر يعني مادة وحدها ولا اللي نرتكز عليها اللي هو البترول إذن مادم التشخيص رأه واضح إذن ما هما الآليات اللي نوضحها الآن لما تشوف الآليات لما تشوف التقييم اليوم الثلاثية يعني 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 كأننا فرحانين لما درنا قانون الاستثمار وكأننا حلينا مشكلة التصدير هو في الحقيقة لما نروح نشوف يعني القانون بحد ذاته لم نحل المشكل إطلاقا لأن لما نتكلم عن الاستثمار نتكلم عن العقار نحن العقار كل ما نديره قانون كل ما نزيده يعني نعقده الأمور فيما يخص الوصول إلى العقار هل حلينا المشكلة المالية ما زال النظام البنكي يعتمد على بنوك عمومية اللي يعني يعني أشكال في المالية هو أننا نعتمد على مداخل البترول 45 يعني هذه السنة توقعه 45 مليار دولار إذن إذا كان في الحقيقة إصلاحات نعطيك أنا غير مثال بالنسبة للمالية باختصار إذا كان إصلاحات في المالية نتكلم عن مداخل 45 مليار دولار ولكن نتكلم على مداخل في الأسواق المالية نحو الجزائر 500 مليار دولار إذن ما هي الألية التي نوضحها هذا هو الإشكال الذي يبقى مطروح إذن ماذا ما اعتمدش على المؤسسة التي فيها خبرة نبقى نعتمد على الليجان ففي اعتقادي نبقى دايما في الدماغ يعني تدعو لفتح الأبواب أمام أهل الاختصاص لوضع استراتيجية يعني بالطبع لما نتكلم لما نروح للثلاثية يعني يعني قد تكون فيه مؤسسات قائمة والعمل ما يكونش في يعني جدوى الأعمال ما هوش ورقة أو ميلف لمعالجة ظرف معين لأن قلت لك الأمور ها تكتيكية يعني الأرباب العمل عنده مشكلة جمالك عنده مشكلة تحويل بنكي عنده مشكلة عملا عنده مشكلة مخاطرة عنده مشكلة تأمين إذن في الحقيقة إذا حلينا يعني نفترض أننا حلينا كل هذه المشاكل تعل الباترونة عندنا مشاكل العمال زيادة في الأجور نفترض أننا حلينا كل هذه المشاكل هل حلينا الإشكالية التي تقول كيف نقلص العجز في العملة الصعبة كيف نكون قادرين على التصدير إذن في غياب مؤسسات التي نوضع حد أدنى بالنسبة كيف نطور التنافسية كيف نوضع مؤشرات حتى نقيم وتصبح المسؤولية واضحة تأكل قطع تأكل وزير تأكل هيئة تأكل مؤسسات إذن في غياب هذا معناه نتراوح في مكاننا 20 حكومة أو 50 حكومة يبقى دائما نعتمد على المحروقات شكرا وبالتالي معناه نبقى في السيناريو لينكسيو شكرا جزيلا لك دكتور شكرا في موضوع آخر التائب مزراج يرتد عن تهديداته لرئيس الجمهورية هو الخوف أم صحوة الظمير دفعت بالتائب عن العمل الإرهابي المدعو مدني مزراج إلى التراجع عن تطاوله على شخص رئيس الجمهورية بعد تلك التهديدات التي أطلقها خلال حوار خاص به قناة الوطن قبل أسبوع فقط ورقى في الموضوع لزميل هشام بن عودة أتحدى أي كان لم يكن لدينا مشروعا جهاديا أتحدى أي كان مدني مزراج الذي لا يزال يقدم نفسه على أنه أمير ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ وبعد أيام من تهديده للرئيس أصدر بيانا بلغة مغيرة تماما عن لغة التهديد والوعيد وحاول من خلال البيان استعطاف الرئيس والعودة إلى الصف بعدما تأكد من عزم السلطة على عدم التسامح مع أي شخص يمس برمز من رموز الدولة مزراج أو المستفيد من قانون المصالحة الوطنية التي أراد الدوس عليها وعلى كلمة الشعب بمغامرة أقل ما يقال عنها أنها شديدة الخطورة كانت بدايتها إبداء رغبته في إنشاء حزب سياسي وآخرها تهديد الرئيس والتطاول عليه بكل وقاحة وكأنه يريد بفعلته هذه إعادة التاريخ أو بالأحرى تكرار أحداث المأساة الدامية لكن التائب رأى وسمع رد مؤسسات الدولة مبدئياً فما كان له إلا أن يقدم اعتذاراً ضمنياً أراد من خلاله تلطيف الجو الذي كهربه بلسانه ومواقفه ومواقفه الارتجالية الجزائر لن تعيش مأساة وطنية والشعب لن يقبل عودتك ولا حتى ظهورك إعلامياً بخطابتك وأفكارك وحتى استعطافك فمن الأجدر لمزراج التائب توبة فعلاً عن التشويش على كرامة المواطن التي دفع مقابلها ثمناً باهظاً في موضوع آخر أشرف وزير النقل بجمعة طلعي اليوم بميناء الجزائر بالعاصمة على انطلاق رحلة الأولى لخط النقل البحري الذي سيربط بين ميناء الجزائر بولاية بجاية وأكد طلعي أنه تم اقتناء باخرتين فيما سيتدعم الأسطول البحري بثلاث بواخر أخرى مستقبلاً حيث سيتم من خلالها ربط المدن الساحلية ناديا معزوسة خلال إشرافه على انطلاق أول رحلة بحرية تربط بين الجزائر العاصمة وبجاية أوضح وزير النقل بجمعة طلعي أن الباخرة التي تم اقتناؤها بسعر 350 مليون دينار وتتسع لمائتين وستة راكب ستضمن رحلة واحدة أسبوعياً ذهاباً وإياباً وحدد سعر الرحلة بألف وأربعمائة دينار جزائرية هو فيه مئتين وستين مقعد مئتين وستة مقعد الباخرة القيمة تحت 350 مليون دينار فيه عدة أسعار أظن الماكسيموم هو ألف وربعمائة ألف ومائتين وفيه من خمسمائة أظن ستمائة دينار حتى ألف ومائتين دينار المسؤول الأول عن قطاع النقل أكد أنه سيتم افتتاح خطوط جديدة مستقبلاً بالمدن الساحلية مضيفاً خلال زيارته أنه سيتم نقل المواد البترولية والغازية إلى ميناء شرشال الجديد وذلك من أجل التخفيف على ميناء الجزائر خط الأولي نفتحه نفتحه اليوم هو نبدو الانطلاق اليوم هو ما بين جزائر العاصمة وبجاعة رح نفتح خط ثاني في الغرب ما بين وهران أرزو وهران ومستغل الخط الثالث هو روح الشرق ما بين سكيكدا وعنبا وممكن نفتح خط رابع ما بين الجزائر تيبازا شرشال الدفع بالحركية على مستوى النقل البحرية هل من شأنه أن يساهم في القضاء على زحمة المرور التي تخنق المواطن الجزائرية أمنياً أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العمليات للوادي أمسي ثمانية عنصر من شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية فيما تم حجز شاحنة كانت تستعمل في نشاطاتهم الإجرامية كما أوقفت مفرزة أخرى تابعة للقطاع العمليات لبرج باجي مختار وأفراد الدرك الوطني لعنقزام في عمليتين منفصلتين ثمانية وعشرين مهربا من جنسيات مختلفة فيما تم حجز أربعة عربات ربعية الدفع وأربعة أجهزة كشف عن المعادن ومعدات أخرى كشف تقرير لجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية نهاية شهر ديسمبر المقبل لأول مرة عن أزيداء من خمسة وعشرين ألف موقوف في إطار الحبس المؤقت وهو الرقم الذي وصفه فاروق قسنطيني بالمبالغ فيه إمن خيار تفصل أكثر أعلن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها عن تواجد أكثر من خمسة وعشرين ألف موقوف مؤقت بالسجون الجزائرية فاروق قسنطيني دعا إلى تقليص عدد الموقوفين واستعمال إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن المتهمين بناب اللي قلوا من عداد الموقوفين في إطار الحبس المؤقت وطلبنا كذلك أنها تستعمل الإجراء للرقابة القضائية والإجراء كما أكد بأنه سيرفع تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل شهر ديسمبر المقبل حول المبالغة في اللجوء إلى الحبس المؤقت من طرف القضاة خلال فترة التحقيقات أو دعا قاضي التحقيق لدى محكمة ماسكر أمسي ثلاثة أربعة أشخاص نرهن الحبس المؤقت بعدما أوقفتهم الشرطة وبحوزتهم 24 كيلو جرام من الكيفية المعالج حسب ما علم اليوم الأربعاء لدخلية الإعلام للأمن الولائي وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي عندما تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية لشرطة القضائية لأمن الولاية من تفكيك شبكة وطنية للمتجرة بالمخدرات تنشط بين ولاية تنمسان وولاية شرقية تضم سبعة عناصر حيث تم توقيف أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 29 و52 سنة وحجز 24 كيلو جرام من الكيف المعالج ومبلغ 15 مليون دينار جزائري ومبلغ مالي بالعملة الصعبة ومجوهرات ويوجد أحد أفراد العصابة في السجن في قضية سابقة بينما لا يزال إثنان في حالة فرار وفق نفس المستر ترسيخ التاريخ في ذكرة الأجيال مبدأ جسده المتحف الوطني للمجاهد من خلال اللقاء الذي نظمه جمع بين مجاهدية ثورة التحريرية الكبرى اللقاء يهدف أيضا إلى تسجيل الشهادات الحية لمن ساهموا في محاربة المستعمر الغاشم من أجل أن تعيش الجزائر في كنف الحرية والاستقلال استذكار عدد من مجاهدي الثورة النوفمبرية في لقاء بالمتحف الوطني للمجاهد نضالاتهم بخصوص محاربة المستعمر الفرنسي الذي استعبد العبادة وأظل البلاد في هذا الوقت كان نتياز عندنا خبرة في الخدمة الوطنية في الخدمة العسكرية في فرنسا التحقنا بالثورة وقدمنا كل ما نملك الثورة كل ما نملك الشباب نتعنا جهادنا سلاحنا وكنا عملنا لكل حال بدون هودا واتصابنا في معارك لديناها ضد الاستعمار والدينا السلاح والدينا كذا معاناة الشعب الجزائري وبسالة أبطال ثورة أول نوفمبر 54 طبعت في صفحات كتب التاريخ لتبقى رسخة في أذهان الأجيال وعبرة لمختلف شعوب وبعد ذلك التحقت بصفحات التحرير الوطني بعدما كشفوا الحالة الكامرة الولايات الثالثة المنطقة الثانية من ناحية الأولى وعرفت النظام تاع الثورة ومتاع الرجال وعشت معارك كثيرة وكان لي الحظ في المسار نتاعي هذا كي أعرفت سعميروش وعرفت سي الحواس تاريخ الجزائر لا يتلخص في لقاءات مناسباتية بل يجب أن ينصهر في ديمومة مختلف البرامج الوطنية ولقاءات بواس للثورة التحريرية الكبرى بالأجيال الجديدة في قطاع السكن توصلت اليوم الأربعاء عملية إعادة إسكن 457 عائلة من الحي القزيري بالباخرة المحطمة ببلدية برج الكيفان وقد استقبلت العائلة التي استفادت من عملية الترحيل بحي 1588 مسكن ببلدية سيمسطفا بولاية بومردس وتمكنت المصالح الولائية من استرجاع وعاء عقاري بمساحة خمسة هكتارات كما ستسمح هذه العملية من الانطلاق في تجسيد المشروع الخاص بتطهير شاطئ الباخرة المحطمة الروبرتاج لزميلة كريمة أجدوطح عبد الحميد سيقضي الليلة أول ليلة له داخل شقةه الجديدة بعد أن أنهى تسوية أوراقه وتسلمه لمفتاح الشقة التي استفاد منها بعد ترحيله من الحي القزيري الباخرة المحطمة ببلدية برج الكيفان أين قضى أكثر من 15 سنة وككل عملية ترحيل قامت المصالح الولائية بوضع مخطط عمل لضمان نجاح أخلاء الحي القزيري وتسهيل عملية إعادة إسكان العائلات التي لم تجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فرحتها فرحة جعلت أطفال الحي يستمتعون ولأول مرة بفضاءات للتسلية واللعب في الولايات الجزائر كانت سخرت إمكانيات كبيرة من حيث الموارد البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية والحمد لله لحد الآن حاولي 60 عائلة سكنت في أحسن الظروف التهيئة خارجية الحمد لله التهيئة داخل الدار الثاني لله يبارك خدمة الله يبارك وعني الناس هنا سكان لقينها مثل مرحبين يرحبون بنا الله يبارك فرحانا بزاف كيطاولنا سكنة بصحة راني كشغلاني مقلقة شوية بس كيطاولهم طوعون مساكن مش مستفادين رامي عاني عاني وبزاف استطاد مساكن والله يغضون كمال الدولة حانا بزاف بزاف يعطيهم الصحة كي مدننا السكنة يعطيهم الصحة كي مدننا الألعاب هذا وستسمح هذه العملية من الانطلاق في تجسيد المشروع الخاص بتطهير شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان واسترجاع وعاء عقاري بمساحة خمسة هكتارات دوليا أعلن رئيس مجلس سياسة المتالي في مقابلة تلفزيونية أن الطائرة الماليزية في رحلتها رقم MH17 أسقطت بصاروخ أطلق من منطقة في شرق أوكرانيا تخضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا يقول زمين أمي بورحلا خلصت تحقيق الدولي الذي تجريه هولندا لأن طائرة بوينغ الماليزية التي كانت تقوم برحلة MH17 بين مستردام وغولا لامبورا سيف العام الماضي أسقطت بصاروخ من نوع بوك أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا رحلة MH17 تحطمت بسبب انفجار صاروخ حربي خارج الطائرة فوق الجانب الأيسر من حجرة الطيار هذا الصاروخ شبيه بصواريخ أرجو من نوع بيوكي من جاتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروف إن روسيا تتعارض لمرحلة جديدة من الهجوم الإعلامي بعد نشر التقرير الهولندي قائلة إن وسائل الإعلام الغربية اتخذت من التقرير فرصة لتشويه الحقائق مشددة على وجود محاولات لتزييف إعلامي تصف روسيا أنها غير متعاونة في تحقيقات الماليزية للأسف الشديد لابد من الإشارة مجددا إلى أننا نمر حاليا بمرحلة جديدة من الاعتداءات الإعلامية بعد التقرير حول كرثة الماليزية في شرق أوكرانيا صباح اليوم كان هناك تقرير لمحطة يورانيوز بدأ بتصريحات لرئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتتي بأن على روسيا التعاون بشكل أكبر في التحقيقات وكانت أيضا هناك أراء لخبراء وسياسيين ومسؤولين ومحللين وجميع هذه الأراء خلت من وجهة النظر الروسية رغم أننا كنا في الأمس قد أبدينا رأينا بتصريحات سيد الوزراء كما عربت زخروفة عن استغراب موسكو من تجاهل وسائل إعلام غربية لمعلومات قدمتها روسيا بشأن هذه الكارثة تجدر الإشارة إلى أن تصريحات مجلس سلامة الهولندي جاءت عكس ما صرح به في آخر تقرير عريض في وقت سابق ما قد يزيد من التوتر بين الغرب وموسكو أخبارنا دولية أخرى متفرقة من العالم جمعها لنا الزميل هشام بن عودة مختصرة في هذه العجالة أفادت صحيفة يدعو تحرنوت عن مقتل شاب فلسطيني في منطقة باب العمود بالقدس بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة هذا ودعت حركة حمص إلى تصعيد المواجهات يوم الجمعة المقبل ردا على جرائم إسرائيل ووفاء للأقصى والشهداء والأسرى والجرحى أفادت معلومات صحفية أن القوات العراقية والحجد الشعبي تمكنت من تحرير مصفات بيجي شمال مدينة تكريت من سيطرة تنظيم داعش بالكامل أقال رئيس المالديف يمين عبد القيوم وزير الدفاع بلاده بعد انفجار في قاربه السريع خلال الشهر الماضي فيما يشتبه في أنها محاولة اغتيال وتأتي إقالة جليل وسط عمليات اعتقال ونقل في وزارة الدفاع التي آقب التفجير الثامنة وعشرين سبتمبر الذي أصفر عن جرح زوجة عبد القيوم ومسؤوله وحارسه الشخصي لفت رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في كلمة له في افتتاح المنتدى العالمي للهجرة والتنمية إلى أن إسطنبول ازدهرت بعد فتح العثمانيين لها واستقبالهم للمهاجرين في وسط العناظول مشيرا إلى أن المهاجرين لإسطنبول ساهموا بتنمية المدينة وازدهارها في مجالات الزراعة والصناعة والأعمال المختلفة عودة إلى الوطن في أخبار رياضة ورغم تحقيق المنتخب الوطني للفوز في المباراة الودية الثانية ضد المنتخب السينيغالي بهدف لسفر إلى أن ذلك جاء من دون إقناع نتيجة غياب الأداء من قبل رفق ياسين إبراهيمي أداء يطرح أكثر من علامة استفهام يقول زميل معاد نمروتي صحيح أن الخضر تمكن من تحقيق فوز على المنتخب السينيغالي لكنه فوز جاء من دون إقناع في غياب الأداء فالمنتخب الذي كان يرتدي زي المنتخب المنديالي الذي تهابه منتخبة القارة السمراء أصبح في عهد كريسيان غوركي في أجز عن تحقيق الفوز فوق أرضية ميدانه وإن تمكن من فعل ذلك يكون من دون إقناع مثل ما حدث مع السينيغال فكيف لمدارب عندما تولز مام أمور المنتخب وعد بتحقيق نتائج تكون أفضل من سبقه لكنه يبدو أن ذلك لن يتحقق لم نقل أن ذلك مستحيل نتيجة غياب خطة لعب واضحة ضف إلى ذلك مشكل الانضباط الذي بات مطروحا في عهده فما حدث في لقاء الودي الماضي أمام المنتخب الغيني والطريقة التي احتج بها إسلام سليماني عندما استبدل بياسي إبراهيمي ضف إلى ذلك تصرف فوز غلام مع نهاية اللقاء ونيله لبطاقة حمراء مجانية نتيجة التصرف الغير مسؤول مع اللاعب الغيني حالة الانضباط الغائبة لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت للشجار الذي حدث في نهاية لقاء المنتخب سنغالي والمنتخب الجزائري بين هيل السوداني وياسي إبراهيمي هي كلها أمور تحدث في بيت محاربي الصحراء والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستستمر الحالة على ما هي عليه خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة التي تنتظر الخضر بدءا بلقاء تنزانيا في الدور التصفوي الثاني لحساب مونديالي روسيا 2018 نشرتنا تمت وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها قرارات متراكمة وتناقضات في الخطاب الرسمي والمدير العام للمكتب الدولي للعمل أغاوي ريدر يشهد بدور الجزائر في تعزيز الحوار الاجتماعي والثلاثي وزير النقلب الجمعة طلعي يشرف على انطلاق أول رحلة بحرية من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية بجايا تاروق قسنطيني يعلن عن وجود أزيد من 25 ألف موقوف في السجون الجزائرية في إطار الحبس المؤقت وفي روبرتاج النشرة ترحيل 457 عائلة من حي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان دوليا الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ أطلق من منطقة موالية لروسيا شكرا على كرم المتابعة متابعة طيبة لبقية برامج نوميديا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر